أكثر من 3500 مدرسة أهلية في العراق تضاف إلى المدارس الحكومية ومعاناة الواقع التعليمي من مدارس ساطينية وكارفانية وشح في أعدادها مقارنة بعدد الطلبة في مناطق كثيرة وواقع التربية والتعليم ليس أكثر ترفاً عن الواقع الحياتي الطبيعي في البلاد يحدث هذا في بلاد الرافدين عندما تصدمك الأرقام بحقائق التراجع في مرتبة العراق التعليمية وعلى الرغم من أن المدارس الأهلية تقول إنها تستقطب الباحثين عن جودة تعليمية أفضل إلا أنها وقعت هي الأخرى في فخ الفساد عند جهات متنفذة تشيدها كواجهات لها لسان وزارة التربية نطق بوعود حكومية من خلال الإعلان عن تشييد مدارس جديدة لكنها والكلام لتربويين لا زالت ليست بالمستوى الذي يحتاجه العراق ظاهرة صحب الطلبة المتفوقين من الحكومية إلى الأهلية عنوان المدارس الأبرز على سبيل المثال في تحويل التعليم إلى سلعة تجارية هنا وهناك في تقاليل سابقة كشف تربويون عن وجود مشكلة داخل منظومة المدارس الأهلية أو في معظمها تتمثل بنسب نجاح مرتفع في الصفوف غير المنتهية بينما نسب الرسوب عالية في المدارس المنتهية البكالوريا وهو ما يجذر لخلل بنيوي في المعادلة التعليمية خطر لانحدار التعليمي مصطلح يصفه مراقبون يتمثل بترك تام لما يحدث في القطاع برمته الحكومي والأهلي صني على مر سنوات من حكومات متعاقبة ما يثقل كاهل الحكومة في تحقيق ما تعيد به من جملة الإصلاحات التي يدخل التعليم رقنا أساسا بها وإلا فإن تجاوزات كثيرة كتلك التي تحدث بعيدة عن عين رقابية صارمة على بعض المدارس الأهلية تعيد تكرار مسلسل النفوذ الذي يعبث بمستقبل الجيل العراقي ترجمة نانسي قنقر